في الساحل السوري وأيضاً هناك بطولات يسطر أبطال جيش السوري الحر ينضم إلينا من قلب المعارك الناشط الإعلامي ومراسل شبكة سوريا مباشر مصطفى الشيخ ومن اللاذقية سلام عليكم أخي مصطفى وعليكم السحب ورحمة الله سيدي الكريم حياك الله وبياك اطلعنا على الأوضاع الميدانية التي وثقتموها اليوم في مدينة اللاذقية وريفها من قلب المعارك لديكم وأيضاً كما علمنا بأنه معك أحد المجاهدين الذين سنتواصل معه إن شاء الله بعد حديثك معنا نعم أخي الكريم الوضع العشكري في منطقة اللاذقية في الساحل هو في أشده الاشتباكات العنيفة التي دارت منذ يومين في جبال الشامة استمرت حتى هذه اللحظة لكنها قبل قليل هذه الاشتباكات أصبحت متقطعة أمس بعد مقتل الشيخ أحمد نجيب أحد أمراء وقيادية أنصار الشام ومقتل طائد كتيبة القعقاع قصي أغا قام المقاتلون من كتاب أنصار الشام التابع لي الجبهة الإسلامية باستهداف طائد الحملة العسكرية على مدينة كسب وتحديداً بالنسبة في نقطة تشالمة قاموا بقتل قتل أحد على العناصر بالإضافة إلى القياديين في عمليات التشالمة التابعين لقوات النظام السوري وتم سحب جثفهما إلى منطقة كسب القصف العنيف لم يهدع على مدينة كسب براجمات الصواريخ كما ردت الكتائب والفصائل المتواجدة في المنطقة براجمات الصواريخ وردت بصواريخ محليا الصنع والقذايف المدفعية وأيضاً مدفع جهنم أو بما يعرف مدفع 57 هذا المدفع الذي ظهر له أثر كبير في هذه الاشتباكات وقاموا أيضاً بكمين محكم للسيارتين كما ذكرتم في أنبائكم قبل قليل سيارتين تم ردهما وقتل من فيهما في منطقة تشالمة ورصد العناصر المتواجدين على قمم الجبال لحد هذه اللحظة تم منع قوات النظام من السيطرة الكاملة على قمة تشالمة هذه القمة التي تعرض بمثابة قمة الخمسة واربعين إلى الآن لم يسيطر عليها أحد من قوات النظام السوري أريد أن أنبئ إلى أمر هام جداً أن معظم المقاتلين الذين يقاتلون في طرف قوات النظام هم الآن عناصر إيرانية وبعض ضباط الروس الذين تم تأكيد تكلمهم عبر القبضات اللاسبية وحسب لأجابهم هم الآن يقاتلون مع قوات النظام حشد كبير أتى به جيش النظام مع قوات الدفاع الوطني التي يرأسها علي كيالي في قمة تشال مع المعارك العنفة التي دارت إلى هذه اللحظة وحتى هذه اللحظة هي لصالح القوات المعارضة السورية في المنطقة وقوات فصائل الأنفال وهذه المعركة التي استمرت عقوة أكثر من ثلاثين يوم إلى هذه اللحظة تم تعريض هذه المناطق المتواجدين فيها الآن وإلى هذه اللحظة هذه المناطق لا زال المجاهدون والمقاتلون يسيطرون عليها بشكل كامل وكبدوا النظام حسب ما أكد لنا الفصائل المتواجدة في المنطقة نظام خسائر فاضحة جدا وتم تدمير مقع 57 أمس بالإضافة إلى الكثير من عناصر قوات النظام التي جثثهم لا زالت موجودة في الأحراش المتواجدة في منطقة تشال مع أخي مصطفى وأيضا نريد الحديث مع أحد المجاهدين وكما قلت لنا بأن أحد المجاهدين المقاتلين في مدينة كسب الآن هو متواجد معك مع أحد المقاتلين المجاهدين في المنطقة من أصحاب العمر الكبير والمسلمين وأحد أبنائه الشهداء يريد أن يتواصل معكم بعد أن طلب مني ويريد أن يتحدث بهذه القناة الكبيرة نعم تفضل السلام عليكم